وجود نمير عربيا في إحدى مديريات محافظة عدن يعد أمرا غير اعتياديا ففي منزل شيخ بن ناجي توجد أنثى لأحدى أندر فصائل النمور العربية الأصيلة الواشكة على الإنقراض لم يتحصل الشيخ بن ناجي على هذه الأنثى بسهولة لكن حبه لمثل هذه الحيوانات المفترسة جعله يتحمل الكثير من المشقات فاصطيادها لم يكن بالأمر السهل فبعد 12 عاما تمكنت الجماعة التي أوصاها بن ناجي لإصطيادها من أحدى الجبال في شبوة أنا مهتم في النمور من سنين طويلة فكلفت عدة مجامع على أساس أنهم يجيبوا بعد 12 سنة تحصلت على هذه تحمل تكاليف تربيتها منذ ستة أعوام ويأمل بأن يجد لها زوجا من نفس الفصيلة كي يعيد نسل النمور العربية الأصيلة في شبه الجزيرة العربية حرصا منه على عدم انقراض النمور العربية التي تعد من أنذر الحيوانات على وجه الأرض وبعد مطالبات عديدة للشيخ بن ناجي لإطلاق النمر وإرساله لمركز تربية الحياة البرية المهددة بالانقراض في الشارقة محمية وجابوا بعض الحيوانات الموجودة عندهم بعد إدراكه بأن قراره هذا سيساهم في عادة نسل الفصيلة في بيئة مناسبة للتكاثر وتبقى النمور العربية مهددة بالانقراض وتعد هذه الأنتى من السبل المتاحة لعادة نسل هذه الفصيلة النادرة إن توفر لها زوج من نفس الفصيلة وبئة ملائمة لذلك مروسين قناة بلقيص عدن